الحوثيون يعبرون عن اسفهم لعدم استجابة التحالف لمبادرة السلام لهذا السبب تفاصيل عجلة للمزيد من الاخبار لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة اعرب المجلس السياسي لعلى التابع للحوثيين عن اسفه ازاء عدم استجابة التحالف العربي الواضحة والصريحة لمبادرة السلام الجاد والدائمة التي اطلقها رئيس المجلس مهد المشاط يوم السب واكد المجلس السياسي لعلى في بيان اعلنه اليوم ان المبادرة اثبتت وبما لا يدع مجالا لشك حرص اليمن على استعادة السلام وحسن الجوار وقال في البيان يعرب المجلس السياسي الاعلى عن اسفه الشديد زاء عدم استجابة الواضحة والصريحة لمبادرة الجمهورية اليمنية التي قدمها الرئيس ويؤكد على ان مضامين المبادرة قد جاءت بالشكل الذي يقدم فرصة ذهبية للجميع في تحقيق سلام جاد ودائم كما اثبتت المبادرة وبما لا يدع مجالا لشك حرص الجانب اليمنى على استعادة السلام وحسن الجوار واضاف ان المجلس يدرك تماما طبيعة الخصم وما دأب عليه من التسويف والمماطلة والتلكؤ والتعنت وغير ذلك من الاساليب الملتوية وهذا امر بات واضحا ولم يعد مستغربا وتابع قائلا بالوقت الذي لا يمانع فيه المجلس السياسي لعلى من اي استجابة ايجابية تحت اي عنوان ومن اي زاوية الا انه في الوقت نفسه يؤكد بانه لا سلام دون رفع الحصار عن الشعب اليمنى واحترام سيادة واستقلال اليمن وشدد المجلس في بيانه على انه اذا لم يتحقق السلام فان اليمن قيادة وشعبا يحتفظ بحقه الكامل في اتخاذ ما يراه مناسبا من القطوات السياسية والعسكرية وبما يضمن انتزاع حقوقه المشروع كاملة غير منقوصة اشتركوا في القناة